تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجبها والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 482 قضية مونية بمضبطات بلغت أكثر من 111.5 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 67 طن مواد غذائية كما تم ضبط أكثر من 44 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 703 قضايا من بينها 240 قضية خبز ناقص الوزن و109 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلعب بمنظومة التوريد وتدول القمح المحلي فتم ضبط أكثر من 4 أطنان أقماح محلية شكرا